بعد قوم عاد جاء قوم ثمود وسكن الأرض التي استعمروها وكانوا أقوياء ينحتون من الجبال بيوتا عظيمة ويستخدمون الصخرة في البناء كما فتح الله عليهم ورزقهم من كل شيء وبدلا من أن يشكروه على نعمه التي لا تعد ولا تحصى عصوه وعبد الأصنام وتفاخروا بينهم بقوتهم فأرسل الله إليهم سيدنا صالح وكان قومه يحترمونه قبل أن يوحي الله إليه ويرسله بالدعوة إليهم لما عرف عنه من الحكمة والنقاء والخير فاجتمع سيدنا صالح عليه السلام بقومه وعندما قال لهم يا قوم أعبد الله ما لكم من إله غيره فوجئ الكبار من قومه بما يقوله فقد فهموا من كلامه أنه يتهم آلهتهم بأنها بلا قيمة وينهاهم عن عبادتها ويأمرهم بعبادة الله وحده فأحدثت دعوته هزة كبيرة في عقولهم فقالوا له لقد كان لنا رجاء فيك وكنت مقبولا عندنا لعلمك وعقلك وصدقك وحسن تدبيرك ولكن الآن خاب رجاءنا فيك لأنك تنهان عما كان يعبد آباؤنا وما كنا نتوقع منك أن تعيب آلهتنا التي وجدنا آباءنا عاكفين عليها ورغم صدق دعوة صالح عليه السلام لم يصدقه القوم واعتقدوا أنه مسحور وطالبوه بمعجزة تثبت أنه رسول من الله إليهم فدع سيدنا صالح ربه وشاءت إرادة الله أن تستجيب لطلبه فقد انشقت صخرة بالجبل يوما وخرجت منها ناقة كانت هي المعجزة فقد وصفها الله سبحانه وتعالى بقوله ناقة الله أي معجزة من الله كانت الناقة تشرب المياه الموجودة في الآبار في يوم فلا تقترب بقية الحيوانات من المياه في هذا اليوم كما أنها كانت تدر لبنا يكفي لشرب الناس جميعا في هذا اليوم الذي تشرب فيه الماء ولقد تعظمت دهشة ثمود حين ولدت الناقة من صخور الجبل وتعظمت الدهشة أيضا عندما كان لبنها يكفي آلاف الرجال والنساء والأطفال بعد ذلك أصدر الله أمره إلى صالح عليه السلام أن يأمر قومه أن يترك الناقة تأكل في أرض الله وأن لا يمسوها بسوء وحذرهم أنهم إذا مدوا أيديهم إليها بالأذى فسوف يأخذهم عذاب قريب وعاشت الناقة بين القوم آمن منهم من آمن وبقي أغلبهم على العناد والكفر وتحولت الكراهية عن سيدنا صالح إلى الناقة المباركة وبدأت المؤامرة ففي إحدى الليالي انعقدت جلسة لكبار القوم يتشاورون فيما يجب القيام به لإنهاء دعوة صالح فأشار عليهم واحد منهم بقتل الناقة ومن ثم قتل صالح نفسه ثم وقع الاختيار لقتل الناقة على تسعة من جبابرة القوم كانوا يفسدون في الأرض والويل لمن يعترضهم واتفقوا معهم على موعد الجريمة ومكان التنفيذ وفي الليلة المحددة وبينما كانت الناقة تنام في سلام هجم الرجال التسعة على الناقة بأسلحتهم وسيوفهم فقتلوها وسالت دماؤها علم صالح عليه السلام بما حدث فخرج غاضبا وقال لقومه ألم أحذركم من أن تمسوا الناقة قالوا له باستهزاء لقد قتلناها فأتنا بالعذاب واستعجله إن كنت من المرسلين فوعده الله بهلاكهم بعد ثلاثة أيام بعدها غادر صالح عليه السلام قومه وتركهم ومضى ومرت ثلاثة أيام على الكافرين من قوم صالح وهم يهزؤون من العذاب وينتظرونه وفي فجر اليوم الرابع انشقت السماء عن صيحة جبارة واحدة جعلت كفار قوم صالح صعقوا جميعا صعقة واحدة لقد هلكوا جميعا قبل أن يدركوا ما حدث أما الذين آمنوا بسيدنا صالح فكانوا قد غادروا المكان ونجوا مع نبيهم كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها